يواصل معبر رفح البرية فتح أبوابه أمام دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وخرود المصابين الفلسطينيين ورعاية الدول الأجنبية شهد معبر رفح اليوم دخول أكثر من 220 شاحنة من بينها 7 شاحنة وقودة كما استقبل المعبر اليوم 25 مصابا فلسطينيا يتم تبعا نقلهم للمستشفيات المخصصة لطلقهم رعاية صحية بها فضلا عن عودة مجموعة من حملت الجنسيات الأجنبية القادمين من غزة وفي طريقهم لبلدانهم من جانبها أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أنه تم تحويل 707 جرحة و438 مريضا للعلاج في الخارج عبر معبر رفح منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة